نخش في الجد نخش في الجد نبدأ بمجموعة السعيد نخش في مجموعة السعيد فيها منافسة كبيرة جدا طبعا مجموعة السعيد يعني بسرعة كده برضو دوري مشتعل جدا تلات مجموعة في غاية القوة والإصارة الميزة كمان يضاف على كلام كابتن وائل الأندية كلها جماهرية معظم الأندية المنافسة على الصعود خاصة في مجموعة بحري أجواء جماهرية كنا بنفتقدها من زمان جدا ممكن كنت تتلاقي طنطا بلاعب أبو إير تشوف حضور جماهيري كبير لطنطا جمهورية شبين والبلدية إزاي زحف جمهور المحلة كله خلف البلدية المحلة لشبين والترحاب دي كرنس بلاعب طنطا حضور جماهيري مكسف فدي المتعة اللي مفتقدنا في الدور الممتاز موجودة في الممتاز بي مجموعة السعيد كانت لحد وقته ريب كان لفينة هو المعتلي الصدارة لكن في الآخر أسبوعين لفينة سقط أمام شبان إينا فاعتلى من جديد الجونة صدارة المجموعة الجونة مع مدير فني عنده خبرات متمرس في الممتاز بي سعد بأسوان كابتن أحمد مصر حبيبو عنده خبرات الجونة حافظ على كتير جدا من قوامه فده بيدله أفضلية جبيرة جدا خد قرار تربوي من أسبوعين بعد التعادل مع المينيا خد قرار تربوي خطير جدا وقوي جدا وده رسالة مهمة كان متقدم على فرقة المينيا في المينيا وفي آخر دقيقة من اللقاء مصعد عوض بيتخانق مع أحمد سالم صافي في أثناء المباراة الاثنين بيتردوا وبيتسببوا في هدف التعادل لفرقة المينيا وبيفقد الصدارة في اليوم ده الصدارة راحت لفينة قرار تربوي على طول بقفال الاثنين يعني خلاص يعني العقد خلص ما بين الاثنين فاسخ التعاقد ما بين الاثنين والنادي بعدها شبان إينا بيكسب لفينة شبان إينا في مفاجأة كبيرة جدا وبعدها بيرجع تاني الجونة للصدارة الجونة مبارياته على الورق أسهل بكتير من لفينة لفينة كان عنده مباراة مهمة جدا وصعبة جدا لأسبوع اللي فات مع ناصر التعادلين قدر يفوز بشكل مميز جدا بهدف نظيف في التعادلين ودي مباراة صعبة جدا لأن التعادلين فرقة قوية فرقة مميزة معاها مدير فني كان جاي في الفترة مؤقتة لكن عمل نتائج كبيرة جدا كابتن حسل عبد المنعم في فرقة التعادلين مش عايزين ننسى فضل أشرف عربة كابتن كريم في البداية هو الراجل برضو لكون الفرقة في بداية الموسم وعمل الفرقة فطبعا جي كابتن حسن كمل فطبعا يعني مش عايزين برضو يعني الحق أشرف عرب بصراحة لأنه هو اللي بقى لكن لكن لا حسن بشكل مميز ودخل دور المختلفين في وسط طبعا عماليك مين بقى المنافسة فين في مجموعة الشعيد في الآخر الجونة 63 نقطة لفيننا 62 نقطة متبكي مبارتين يوم الخميس هيتلاعب الجولة القبل الأخيرة الجونة عنده مصر المقصة في الجونة ولفيننا عنده تريفونات بنسويف في لفيننا في منتجة الأسوال المباراة الجونة المقصة حسب بالنسبة كبيرة أو حسب الصعود لدور المحترفين فالمباراة خلاص بالنسبة للمقصة هتبقى يعني أداء جيد بلعب بدون ضغط عصب بدون توتر الجونة مطالب اللي هو يكسب عشان عارف أن لفيننا على الورق مباراته أسهل مع التليفونات مع أن التليفونات عنده منافسة شرسة على الهروب من القاع التليفونات مطالب كمان بتحقيق مكسب لكن لفيننا هيقدر يتعام مع التليفونات في المنتجة الأسوال فالجونة كمان مطالب بمكسب أعتقد الجدول هيستمر كده الأسبوع ده لحد آخر أسبوع لأن المباراة الأخيرة للتنين صعبين جدا الجونة هيطلع يلعب شبان إنا في إنا وده من ملاعب الصعبة جدا في الصعيد والشبان لسه متغلب على لفيننا ولفيننا هيلعب أسمنة أسيط في أسيط فأعتقد الأسبوع ده هتستمر الصدارة للجونة ومطاردة لفيننا وهيفضل الحسم للجودة الأخيرة